وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام صباح اليوم بزيارة إلى هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي تفقد خلال زيارة مركز تدريب البحري والمحكاء التابع للهيئة بالإسماعيلية وطلع الرئيس السيسي خلال زيارة على أحدث النظم لتدريب المرشدين الجدد على كيفية إرشاد السفن المرة في القناة وتفقد الرئيس السيسي أيضا محاكي الخرائط الإلكترونية حيث أن معظم السفن المرة في القناة مزودة بنظام الخرائط الإلكترونية وسيتم افتتاح هذه المحاكي الجديدة في غضون شهرين واستمع الرئيس السيسي لشرح تفصلي عن أقسام مركز المحاكاة والذي يعد من أحدث مراكز المحاكاة في الشرق الأوسط ويضاهي مراكز المحاكاة والتدريب في العالم